اشتركوا في القناة الاجتماع بيدور اساسا حوالين التأكد من ان القرارات التي اتخذت في اجتماع المجموعة السابق بشأن التجهيزات سواء من الادوية او البروتوكولات العلاجية او من الواقيات الشخصية او من التواقم الطبية كلها في حيض التنفيذ وانه تم التأكد بشكل ميداني من جهوزية المستشفيات للتعامل مع اي انتشار او الموجة التانية كما يسميها الاغلب من فيروس كورونا المستجد وفي نفس الوقت المتابعة ملف الامصال واللقاحات ومصر وصلت في تأمين حصة المصر والمواطنين من اي لقاح يثبت نجاحه ومأمونيته ويتم الموافقة عليه دكتور حسام الناس الان من هذا الموضوع ومترقبة بشدة نطمنهم ازاي موضوع الكورونا ولا موضوع الامصال موضوع اللقاحات وحصة مصر بالتحديد لا الحقيقة انه يعني هناك خطوات على الارض تم اتخاذها وهناك اتفاقيات تم توقعها مع المجموعة العالمية لتوفير اللقاحات والمناعة جافي ومنظمة الصحة العالمية لتأمين حصة لمصر من اللقاحات الاكثر قربا واللي واحد منها خد موافقة من المملكة المتحدة البريطانية والباقيين مقدمين للحصول على موافقة الاستخدام الطارئ سواء من الدول او من منظمة الاغذية والادوية الامريكية الحقيقة لا الموضوع ده هناك توجه او توجيه رئاسي واضح من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باهمية ان يتم تأمين حصة المواطن المصري وحصة الدولة المصرية من اللقاحات فالناس تتأكد ان الحكومة المصرية والدولة المصرية تتحرك بشكل فاعل وسريع جدا في مسألة تأمين اللقاحات للمواطن المصري في الموجة الاولى الحقيقة كانت الوزارة مهتمة جدا دايما ان هي بتقول الارقام وبتقول الاصابات ودايما بيبقى فيه كان فيه رصد على طول من قبل الوزارة الجديد في الموجة الثانية اللي رصدته لغاية دلوقتي نحن كدولة ومش بس احنا وكل دول العالم في التعامل مع الموجة الاولى كان هناك الكثير من الغموط فيما يتعلق بالفيروس هو اسمه فيروس كورونا المستجد أو كوفيد نعينتين فمستجد تعني انه مستجد علينا احنا لم نعهده من قبل لا نعرف بشكل قاطع طريقة انتشاره كان ايه لا نعرف بشكل قاطع كيف يدخل الى الجسد كيف يؤثر على الاعضاء الحيوية كان الكثير من الغموض المتعلق بحطرة فترة بقاءه على الاسطح فترة استمرار نقل العدوى فترة الدئي الفيروس بيفضل اكتف امتى الاعراض بتظهر بعد الدئي من العدوى فترة الحضانة كل الامور المتعلقة بالمراضة وشدة المراضة ونسب الحالات وهل يمكن انه يصيب انسانه ويبقاش عنده اعراض ولا كل ده ما كانش بالنسبة لنا شيء معروف حقيقة النهاردة بعد 12 شهر او 11 شهر من التعامل سواء على مستوى العالم او على مستوى مصر بقى عندنا رؤية اكثر وضوحا صحيح ما زال هناك الكثير من الامور بحاجة الى المزيد من الدراسة وبحاجة الى المزيد من الاستضاح لكن على الاقل بقى عندنا مخزون كافي من المعلومات تجربة وزي يقولوا كده يعني ايه انه ليس العيانه كالخبر فرق كبير ان انت يبقى عندك معلومات مقرؤة وانت تكون عشت التجربة لما بتعيش التجربة خبرتك فيها بتزيد رؤيتك بتبقى اكثر شمولية وبالتالي حتى خططنا في التعامل اصبحت مبنية على تعامل واقعي يعني النهاردة لما كان ساعدني الحظ باني سمعت جزء من الريبورتاج اللي انتوا عاملينه على المؤتمر اللي كانت عاملها وزارة الصحة والسكان والسادة الزملاء اعضاء اللجنة العلمية بوزارة الصحة حقيقة لو احنا اسمعنا نفس الاعضاء دولة من شهر فبراير ومارس اللي فاتهم هم بيتكلموا كانوا بينقلوا عن ما يحدث في العالم النهاردة احنا بنقول تجربتنا المصرية هي كذا كلامهم فيه ثقة اكثر فيه رؤية اوضح وبنقول احنا لما عملنا كذا وجدنا كذا وهناك بقى فيه اتجاه مصري لتقديم الحاجات دي كلها ما كنتش نقدر نتكلم عليها من عشر شهور فالحقيقة لا الوضع اصبح اكثر اطمئنانا كفريق طبي دي عندنا خبرة اكتر الفزع يعني به الفزع الفريق الصحي اللي كان بسبب عدم وضوح الرؤية للوقتي تلاشى بقى فيه رؤية وضحة وبالتالي نقدر نتكلم بثقة اكبر نقدر نتحرك بثقة اكبر في البداية كنا محتاجين لندرب ناس باعداد كبيرة النهاردة الفترة اللي فاتت كلها لم يتوقف التدريب يعني عمر التدريب موقف بسبب ان الاعداد قلت لانه دائما عندنا سيناريهات واضحة بنتحرك عليها فبدأنا التدريب للطواقم الطبية مع بداية الجائحة واستمر التدريب على الرغم من نقص الاعداد وبالتالي استفدنا من الوقت ده استفدنا في اعادة ملء مخازنة من الواقيات استفدنا في اختيارات اكثر دقة للبروتوكولات العلاجية زي ما السادة الزملاء قالوا استفدنا في يعني يمكن واحد من التغييرات اللي كانت مهمة بالنسبة لنا انه في البداية كان تركيزنا الاساسي على التنفس الميكانيكي واجهزة التنفس الميكانيكي اللي هي الفنتليتور النهاردة بنقول لا انه قبل ان نصل الى مرحلة الفنتليتور بقى في عندنا استخدام الهايف لو نيزل كانيولا وان احنا ازاي نحطه على اكتوجين من غير ما نحطه على التنفس الصناعي اجهزة التنفس الصناعي وبين اخر وضع المريض على اجهزة التنفس الصناعي الا في الحالات التي لا نجد الى غير ذلك سبيل ليل وجدنا انه الهايف لو نيزل كانيولا واستخدام الاكسوجين من خلال الاجهزة داية بيحسن وبيقلل اعتمادنا على الفنتليتور فالحقيقة لا هناك الكثير من الامور التي اصبحنا اكثر تعمقا في فهمها اكثر قدرة على التعامل معاها فعشان كده بنقول انه ما ينقصنا حقيقة هو الا ينتشر المرض بشكل تعجز يعجز النظام الصحي عن التعامل معاها وده كما قال السيد الرئيس وعيكم هو مصلكم وعشان كده احنا حارسين جدا على ان يدرك المصريين الحقيقة اكيد بس يعني انتم عاملين حسابكم اكيد لو حصل المشكلة اللي حضرتك بتقولها دلوقتي لو زادت الاعداد حقيقة الدولة المصرية مستعدة لكل السيناريو ولكن احنا مش عايزين نصل الى مرحلة تضطر فيها الدولة ان تتخذ قرارات قاسية جدا كالغلق مثلا مثلا يعني ليه نوصل لكده بينما يمكننا انه ما نوصلش لده ليه الناس تعاني اقتصاديا في وقت احنا نقدر فيه بالاتخاذ اجراءات اخرى اللي نعاني اقتصاديا ليه نعاني صحيا بينما نقدر ان احنا يعني في ادين ان ما نعانيش ليه نقول الدولة مستعدة ويلا بينا الحقيقة محدش فكر كده في العالم يعني اكيد طيب اعرف من حضرتك المستشفيات الجامعية اللي موجودة وجهزة لاستقبال مرضى كورونا والاجراءات الاحتفاظين ده حاجة من ضمن الحاجات اللي تم فيها التغاية احنا في البداية لما بدأنا كنا بنتكلم على مستشفيات للعزل جامعية نعم وكان عندنا واحد وثلاثين مستشفى عزل اشتغلت بكامل طاقتها في الموجة الاولى نهاردة بعد الكثير من الدراسة والفهم انتقلنا من مفهوم مستشفى العزل الى مفهوم اقسام العزل داخل المستشفى بمعنى انا مش محتاج اخصص مستشفى كامل للعزل لانه ده بالاضافة الى انه حجم الفائدة منه مش لا يعني ليس بنفس الكفاءة لو انا عملت قسم الحقيقة لو عملت قسم هاخد نفس الكفاءة لكن كان هناك ضرر واقع على بقية المواطنين انه انا النهاردة المستشفى تحولت الى مستشفى عزل وبالتالي انا اللي كنت بروح اكشف فيها للامراض الاخرى كنت بضطر ان يا اما اروح لمكان تاني يا اما كان هناك نوع من الصعوبة في تقديم بقية الخدمات ولو حضرتك هتلاحظي انه كان في كثير من الامور تم تقليل الاعداد في العمليات الاختيارية في قوام الانتظار في كل في كثير من المبادرات الصحية اللي قدت الى انه اصحاب الامراض المزمنة با عندهم مشكلة نعم فالنهاردة بعد هذه المعلومات الطويلة في الفترة اللي فاتت اينا لا احنا نقدر نشتغل باقسام عزل مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية مع اتخاذ مسارات مختلفة للمرضى وفي نفس الوقت المستشفى تؤدي دورها في بقية اقسام المستشفى لبقية الامراض ونقدر نقدم خدمة للجميع خدمة لصاحب المرض المزمن اللي ما عندوش كورونا وخدمة للمريض اللي يصيب بكورونا انما كان في الاول لا كان المريض اللي ما عندوش كورونا بيعاني اه طبعا فالنهاردة احنا بنتكلم على احنا عدد المستشفى الجامعية النهاردة 115 مستشفى سعة استيعابية تكاد تصل الى 37 الف سرير احنا بنتكلم انه هذه السعة الاستيعابية الضخمة بتعمل على التوازي ما بين تقديم خدمة للمرضى اللي عندوهم اشتباه او مصابين بحالات مؤكدة من الكورونا والمرضى اللي بيعانوا من امراض اخرى كان فيه دايما توقع باحصائيات بتقوموا بيها لتصاعد الارقام في المرحلة الاولى ده موجود دلوقتي حدرتك فيه توقعات احصائية اه موجود وموجود ايه ايه الارقام يا دكتور يعني بعيدا عن الارقام لانه بالنسبة لنا مش المعبر اوي هو الارقام لانه دائما ما ينفعيش تقولي رقم بدون نسبة الرقم ده الى عدد السكان نعم يعني بمعنى خليني يكون فيه منتهى الوضوح النهاردة لو دولة عدد سكانها الف ايشيه وفيه اه 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 ميتين مصابين قد يبدو الرقم قليل نعم لكن ده يساوي عشرين في المية من عدد السكان لكن لما دولة يبقى عدد سكانها مية مليون وفيه الفين مصابين ده رقم الحقيقة لا ينفل نسبة الى عدد السكان فالحقيقة الارقام المطلقة من غير ما انسب ده الى مجموعة اخرى من العوامل ما بتبقاش مفيدة في اتخاذ قرارات علمية صحيحة احنا احنا اتكلمنا على كمجلسة على المستشفات الجامعية اتكلمنا بوضوح على انه هناك من المتوقع ان يكون عندنا واحد من ثلاث سيناريوهات السيناريو الاول هو تكرار للموجة الاولى الموجة الاولى بدأت بعد قليل تصاعدت لحد ما وصلت الى القمة وصلنا الرقم وفضلنا مستمرين على الرقم ده فترة اللي هما بيسموا البلاتو وبعدين بدأنا ننزل ده سيناريو ماشي واحنا مجهزين خطط التعامل معي فيه سيناريو تاني وهو انه لا مش هنشتغل او اللي هيحصل مش ان احنا هنطلع وبعدين نستمر على رقم عالي لفترة طويلة ثم ننزل لا ده هنجد في اسبوع في زيادة اسبوع اللي بعدين في نقص اللي بنسميها عبارة عن ارتفاعات وانخفاضات على فترات زمنية متقارنة نعم وده سيناريو موجود وطريقته موجود او السيناريو التالت اللي بنتكلم عليه انه ما يبقاش لارتفاع في كل محافظات الدولة لكن في محافظات هيبقى فيها نسب اصابة اعلى ومحافظات تانية نسب فيها اصابة قليلة وبالتالي الاصابة تختلف باختلاف المحافظة وباختلاف الاماكن وباعتبار التكدس ده سيناريو تالت احنا اتكلم عنها بس القاهرة يا دكتور هي الاعلى في نسبة الاصابات كما ذكرت معاني الوادرس الصحة انه احنا عندنا القاهرة والاسكندورية ومن المحافظات واحنا كمان بنقول انه كمان الدقة هلية الحقيقة من المحافظات اللي فيها ارتفاع في نسب الاصابة لكن عندنا الحمد لله محافظات اخرى طب تترجى دكتور حسام لازداد مثلا نسبة السكان ولا ايه السبب الحقيقة انه هناك الكثير من التفسيرات لكن ما هو متفق عليه انه التكدس والتزاحم وعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللي اهمها التباعد الاجتماعي ومن ضمنها استخدام الواقيات ومن ضمنها غسل الايدي المتكرر ومن ضمنها عدم التشارك في الاشياء الشخصية نعم هي الواقي الذي على اساسه من التزم بدا قلت نسب الاصابات ومن لم يلتزم زادت نسب الاصابات نعم كان فيه مشروع قومي لما يكنت المستشفيات الجامعية ايه اخر الاخبار في هذا المشروع ما مش بس مشروع قومي هو تكليف رئاسي من السيد رئيس الجمهورية بان تتم ميكانة جميع المستشفيات الجامعية وتبدأ العمل بشكل مميكان في موعد اقصاء ديسمبر 21 نعم وده تكليف من السيد الرئيس للأستاذ دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ووزارة الاتصالات الدكتور عمر طلع ووزارة المالية ووزارة التخطيط واحنا الحقيقة انتهينا من طرح الكراسة الشروط الخاصة بالبرامج وخلال ايام قليلة هنطرح الكراسة الخاصة اللي بنسميها الهاردوير او الكمبيترات ووزارة الاتصالات ضمن مشروع التحول مصر الرقمي شغالين بشكل متوازي في البنية التحتية من توصيل الكابلات والفايفروابتك والانترنت فده مشروع قومي مهم جدا والحقيقة انه ده كان حلم عندنا احنا كبا كأطباء انه يبقى فيه عندنا مستشفيات مميكانة ليه مستشفيات مميكانة؟ لانه بابسط حاجة للناس تتاهل اوين اعترفها ان انا لما اتعب بروح مستشفى مجرد ما اديهم رقم بطاقتي يطلع تاريخ المرضي بتاعي انا عندي ايه وكنت باشتك من ايه وخدت دواء ايه اسبوع اللي فات في المستشفى واتحجزت فين وخاصة يا دكتور الناس اهلين البسطاء في الاقاليم ما بيعرفوش يمكن يحكوا واحيانا بتبقاش قادرة تحكي يعني احيانا بقى جاي مصاب مش قادر احكي احيانا بيبقى ما فيش وقت اني احكي بيبقى انا محتاج اني اني قبل ما ادي المريض حقنة ما ببقى محتاج ابقى متأكد انه ما عندوش حساسية منها والوقت لا يسعفني فالحقيقة انه ده من شأنه ان يرفع كفاءة تقديم الخدمة بشكل اه كبير جدا مش بس وكمان هيوفر موارد وكمان هيسهل يعني تخيالي كده حقيقة على فكرة ده احلام قبل للتحقق انه في المستشفيات الحكومية قبل ما اروح اقف الطبور ابقى رايح على معيدي صحيح يعني ده ده على فكرة حق من ابسط حقوق الناس محتاجاها لكن لابد ان تكون هناك ارادة سياسية لتحقيقها والحقيقة الحمد لله مش بس الارادة موجودة يعني سيد الرئيس مش بس هو يسعى لتحقيق ذلك ده هو الحق يتابع ذلك بنفسه وده شيء الحقيقة يعني من الامور التي تجعل الانسان فقور هل مجدك تكلفة كبيرة دكتور حسين اه طبعا مكالك تكلفة لان تقلع اه تكلفة كبيرة جدا عشان يغطي مستشفيات الجمهورية تتكلمي على 37 ألف سريل معنا كمان مستشفيات جامعة الأزهر بحقيقة تتكلمي على بس مهما كانت التكلفة هي في النهاية العائد من وراها اكبر بكتير من التكلفة بس ده يخلي ناس تدرك ان هناك يعني الانفاق على الصحة مش بس انك تشتري دواء مش بس انك لكن انك تحط 2 مليار جنيه عشان تعمل نظام مميكا وهيلف انفرميشن سيستم ده انفاق على الصحة اكيد ان النظام ده في وقت ما وفي عرحالة ما يرتبط بنظام التأمين الصحي الشامل اللي بدأ في بورسعيد ومنتق البقية المحافظات ويبقى الدولة كلها دكتور هتدخل في هذا التأمين الصحي في هذا النظام هتدخل بالتأكيد يعني وعشان كده الناس احيانا ما بتدركش الصورة الكاملة احنا بنتكلم على نهضة صحية في مجال تأمين صحي استشفيات الجامعية ما يكن للنظام تدريب للاطباء تحسين ليس هو الغاية والمنتهى لكن هناك تحرك نحو تحسين دخول الفريق الصحي وتحقيق الاستقرار المادي اه لسه محتاجين شويتين ثلاثة اربعة كمان لكن ما كانش فيه كده قبل كده يعني لم تكن الدولة تتحرك بنفس السرعة لتحقيق اه مش هو الناس يعني عايزة توصلوا في النهاية لكن احنا تحركنا تتحرك في صندوق رعاية التواقم الطبية في زيادة في بدل المخاطر في تحركات بتحقق في النهاية ما يشعر الفريق الصحي ويشعر المواطن مش يشعر بقى يخليه شايف ان الدولة بتتحرك نحو تأمينه صحياً وتأمين الفريق الطبي وتحسين التدريب وتحسين التعليم كل ده بيتحرك يعني زي ما سيد الرئيس قال مرة والدولة خالد عبدالغفار قال ودولة رئيس مجلس موزرة احنا المشكلة ان احنا مش احنا بنتحرك للمستقبل مضطرين ندفع فواتير كتير للماضي احنا ما زلنا بندفع فواتير للماضي وعايزين كمان نتحرك للمستقبل فالفاتورة بتتدفع لللي فات واللي جاي وعشان كده ده موضوع شق جداً ومتعب جداً انه الناس تدرك ان ان ده بياخد وقت لكنه بالسرعة اللي احنا ماشيين بها انا شايف انه الناس بدأت تستشعرينه بالدليل انه معدلات الفقرة قلن دي اول مرة من عشرين سنة يعني كل عوامل دي في الاخر بتقول ان الدولة تتحرك نحو الامام وبسرعة الحقيقة يصعب جداً على اي دولة اخرى في ظل الظروف الحالية للعالم كله فيها بيعاني من كورونا والكساد ومشاكل واقتصاد واحنا الحمدلله بنتحرك يعني ده شيء يجعل الناس تطمئن طيب دكتور حسام يمكن فيه تبرعات كتيرة بنشوفها بس الحقيقة بتروح في اتجاهات اخرى وما بت المستشفيات الجامعية نصبها قليل من هذه التبرعات يعني ده احساسنا صح طب ايه السبب يا دكتور لان هم محتاجين برضو السبب يمكن لان احنا ما بنتكلمش كتير عن الموضوع لكن احنا من في رمضان اللي فات عملنا حساب في البنك الاهلي للتبرع لصالح المستشفيات الجامعية ست وحيد والحساب ده بيتم الانفاق منه على توفير احتياجات المستشفيات الجامعية نتمنى انه هذا الحساب الناس تدرك ان احنا منه بيتم الانفاق على بوريش للاطفال وعلى المينيا وعلى الصعيد احنا عندنا مستشفى جامعي تقريبا في كل محافظة طب فرصة يا جماعة نزل الرقم اللي الدكتور ست وحيد ست وحيد سهل جدا واحد 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 في كل المحافظات وفي كل الفروع في جميع فروع البنك الاهلي لانه الحقيقة المستشفيات يعني دورها كبير وتخدم قطاع كبير جدا من المواطنين يا دكتور حسام وهي محتاجة بالفعل احنا السنة اللي فاتت تتردد على المستشفيات الجامعية اكثر من 20 مليون زيارة ايه احنا في الطوارئ بنشوف ارقام ضخمة جدا يعني اكثر من يعني ستة سبعة مليون في السنة في الطوارئ بس والحقيقة التوقع الطبية فيها برضو عندها مهارة يعني صحيح وهو ده ده نقطة قوة المستشفيات الجامعية نعم يعني اذا كانت المستشفيات الجامعية تتميز بشيء فليس بالاجهزة وليس فقط بالامكانات لكنها تتميز بالعاملين فيها صحيح بالسادة اعضائي التدريس وبالاطباء والتمريض يعني الحقيقة يعني أنا بسميهم قطب الرحة في المستشفيات الجامعية هم العاملين فيها نقول حقيقة الأمر المستشفيات الجامعية ما بتستغلش المريض زي بعض المستشفيات الحقيقة نعم ف يعني لما ندعمها وندعم الخبرات القوية اللي فيها والتواقم الطبية يعني هو فهي فكرة بساطة ان الناس بتروح لطبيب الفلاني او طبيب فلاني او طبيب فلاني وعندها السادات تصرف كتير قوي عشان تروح له في المكان الخاص اللي هو بيشتغل فيه هو نفس الطيب الفلاني دوت عندما يجد الامكانيات هتلاقيه في المستشفى الجامعي من غير فلوس خاصة بالزبط يعني هو نفسه هو يعمل في المستشفى الجامعي لكن يمكن منعه نقص الامكانات من انه يتواجد فترة أطول طب فلو توفرت الامكانيات هيبقى موجود وبدل ما تروح تدفع كذا وكذا وكذا هتيجي هنا عند نفس الشخص اللي انت بتدور عليه برا بالزبط هتلاقيه في المستشفى الجامعي فمستشفى الجامعية مهمة جدا وفعلا ومهمة مش بس في تقديم الخدمة العلاجية مهمة في التعليم مهمة في التدريب مهمة في البحث العلمي لأن النهاردة مصر من الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في الأبحاث التي نشرت وثمجلت في كورونا وده يعني هنخلينا أقول أنه 80% منه إن لم يكن أكثر طالع من المستشفى الجامعية بمناسبة ذكر الأبحاث على لسان حضرتك يعني كان في معنا فقرة قبل ما حضرتك تكون معنا كان في فقرة لمهندس محمود الكومي صحيح ابتكر روبوت وبياخد المسحة الطبية من مريض الكورونا صحيح إمكانية تنفيذ إيه يا دكتور أنا عادت معي عادت معي شايف الندام واتفقنا إحنا ببساطة المشروع إذا ما قلت له بالضبط المشروع يبدو واعدا جدا بس عشان أقدر النهاردة أحطه على نطاق المقبولية قلت له محتاجين أن إحنا نعمل نوع من أنواع البايلوت أو التجربة في أحد مستشفيات العز ما قلت له يا دكتور هو طبعا هيحتاج أن أنت تطوريه لأنه هو يشغل على فرجين أربعة يعني هيحتاج أنه يدعم مديا لا شك هو رجل شغل واحد أكيد بس يعني يبقى فيه تكلفة مقدور عليها وفيه تكلفة تانية لا لا تكلفة في حدود المعقول جدا المعقول وإذا ما أثبت كفاءة وأنا متوقع أنه يثبت كفاءة هيقدم مشروع لي معي الوزير عشان يتم دعمه ماديا من خلال البحث العلمي حيث أنه كان فيه بيننا معايد بس مش عارفت أي ممكن هو انشغل يعني إحنا يعني إحنا كوزارة تحركنا مجرد معرفنا وعدنا معايا وتكلمنا والحقيقة هو شخص واعد جدا ومشروعه واعد جدا ونأمل أنه دا يتحقق قريبا جدا على مستوى التنفيذ يعني يعني أنا ببقى سعيدة قوي لما بشوف شباب مصري مخترع أو متحمس وحريص خلي بالك أنه عمل مجودة كله لوحده أيوه يعني ما كانش فيه جهة داعمة فإحنا النهاردة كوزارة بحثة علمي بنقول إحنا مستعدين لأن نكون الجهة داعمة نروح لملف الجامعات والتعليم العالي استعداد للموجة الثانية من الكورونا دا كما تعودنا بشفافية تامة إنه إحنا هناك تشديد واضح وتوجيه واضح من السيد الوزير لكل الجامعات خاصة أو حكومية أن يكون هناك الالتزام الأقصى بالجراءات الاحترازية نعم بيحدث أحيانا بعض التهاون وده بيتم التعامل معاه بسرعة أو لعله حقيقة عرفي أنه في أكثر من مجموعة من أبناءنا الطلاب وزملائنا تم إيقافهم وفصلهم بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية فإحنا شغالين على ملف الامتحانات إنه إن شاء الله هيكون فيه امتحانات سواء إلكترونية أو بالحضور المباشر كل رئيس جامعة يحدد ذلك بناء على الكثافة العددية وإمكانيات الموجودة في الجامعة أعتقد بدأت الامتحانات المتر في كليات كثيرة في جامعات والأمور تحت النظر وتحت السيطرة وما عندناش حتى هذه اللحظة شيء يستدعي إن إحنا نأخذ إجراءات أخرى غير بس الالتزام ولو فيه تقصير في الالتزام بنحاول إن إحنا نصحهاها لك دكتور يعني هل فيه رقم لعدد الطلبة اللي تم معاقبتهم بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية؟ يعني أنا لا يحضرني رقم محدد لكن أعتقد إنه كان في كل جامعة فيه أرقام تتراوح ما بين يعني في العشرينات الثلاثينات فيه كل جامعة يعني الحقيقة هو المشكلة إنه الشباب يغر بس الكورونا ملهاش كبير بزرط اللي احنا بنحاول نحص للكورونا ملهاش كبير وإنه كام رأينا من ناس ما عندهاش أي مشاكل مزمنة ولا أمراض وفي مراحل عمرية وللأسف الشديد ينتهي بهم الأمر إلى تداعيات خطيرة جدا فإحنا بس بننصح أبنائنا الطلاب لهم لا يغرنك الشباب لأن الكورونا حتى هذه اللحظة إحنا مش محددين أوي ماذا تفعل في كل عضو ولا تأثيراتها البعيدة وهناك كثير من الأبحاث التي تكلمت على البوست كوفيد سندروم والتأثيرات حتى بعد الشفاء فأنا شيء يمكنني أن لا يصاب به إذا عملت واحدين ثلاثة أربعة طب ليه أعرض نفسي لاحتمالية والصحيح أنه إحنا بنقول أنه في 80% من المصابين بتبقى إما من غير أعراضي إما أعراضهم بسيط وفي 20% بس الأعراضهم متوسطة أو شديدة ومنهم 5% بيحتاجوا يخشوا من العشرين الرعاية لكن المشكلة أنه أنا ما عنديش حاجة كذا واضحة تقول لي لا قدر الله أنا لو أصبت هبقى من الثمانين الكويسين ولا هبقى من الخمسة اللي دخلوا العناية وتحطوا على بنتليت أي ربنا يحفظ الجميع يا رب ما فيش حاجة بتقول كده وبالتالي محدش هي يعني كلنا قد نكون بعد الشرع على كل الناس من الخمسة في المية فالأولى أن أنا ما دخلش نفسي السكة دي يا طب لو حصل وتم اكتشاف حالات يا دكتور حسين بيحصل إيه؟ إذا تم اكتشاف أول اشتباه في حالات أيها الأصل اللي زي ما هو تم الاتفاق عليه في المجلس الأعلى للجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أنه الحالات المشتبه فيها بتقعد في البيت حتى يتم التأكد والحالات المؤكدة إذا كانت تحتاج إلى عزل منزلي بتتعزل في المنزل إذا كانت تحتاج إلى مستشفى فبيتم نقلها للمستشفى ده السيناري المتفاق عليه نسبة الالتزام بيه كبيرة هناك خروقات أو هناك خروقات بوضوح لكن إحنا بنحريصين على سد هذه الخروقات بكل طريقة طيب لو في رسالة حضرتك تحب أخيرا تقولها للطلبة حب أقولها لكل المصريين الحقيقة هي نفس الرسالة التي سقالها السيد الرئيس والتي يقولها دولة رئيس مجلس الوزراء والتي يقولها السيد الدكتور خالد عبدالغفارز بالتعليم العالي والبحث وعيكم هو مصلوكم التطعيم الحقيقي هو الوعي نعم والوعي لأننا لا نعلم من من سوف يحتاج إلى جهاز تنفي الصناعي ومن من سوف يأخذ الدور وهو وما يقولوش أعراض وبالتالي إذا أمكننا يعني إحنا بنقوله إحنا يمكننا باتخاذ الإجراءات الاحترازية تباعد عدم تزاحم غسل الأيدي اغتداء الكيمامات نستطيع أن نتعايش مع الكورونا ليه مصممين بسبب عدم وعينا أن تكون الكورونا سبب في وفاتنا أو في إضرار بنا إضرار صحيح بلي وإضرار اقتصاد أكيد طب يعني ليه 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 خلالها ممكن أتعايش بإجراءات ليه مصمم أموت بلا إجراءات آه يعني إحنا بنتمنى أن الناس كلها تحافظ على نفسها ويلتزم بالإجراءات الاحترازية لأنه في النهاية يا دكتور يعني هو بينفع نفسه بالصبت يعني زي بواحد كده يعني أنا أستطيع أن أعيش بإجراءات ليه مصمم أموت بلا غير إجراءات يعني ما فيش أي مبرر الحقيقة بشكر حضرتك دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ألف شكرا يا فندي شكرا لك بشكركم مشاهدينا غدا حلقة جديدة وتسعين دي